موسيقى أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم نشر إخبارية مفصلة نبدأها بالعنوين واشنطن تحذر طهران من انتهاك سيادة العراق وتدعو لحصر السلاح بيد الدولة موسيقى مدن محررة محبطة من موازناتها رفض واسع في الأنبار ونينوى وصلاح الدين موسيقى موسيقى قضية كاركوك بالنسبة لنا المكون الكردي قضية أساسية ورئيسية وخط أحمر لا يمكن تجاوزها بأي شيء من الأشكال موسيقى الكرد نحو تطبيع الأوضاع في كاركوك وبشير الحداد يتحدث عن خط أحمر موسيقى أرقام صادمة لحالة تسامم في البصرة وحقوق الإنسان تحذر من تفاقم الكارثة موسيقى أهلا بكم من جديد جددت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرها لإيران بشأن احترام سيادة الحكومة العراقية ودعت الخارجية الأمريكية طهران إلى السمح للفصائل التي تقاتل في العراق بترك السلاح وتسريح أعضائها لإعادة دمجهم في المجتمع كما حددت شروطا ستة مترتبة على نظام الإيراني من أجل أن يعامل كدولة عادية يتذلك قبل أيام قليلة من دخول حزمة العقوبات الأمريكية الثانية على إيران حيز التنفيذ الخارجية الأمريكية من جانبها قالت إنها وعلى الرغم من التزام الولايات المتحدة بضمان استقرار العراق وازدهاره إلا أن بغداد ملزمة بتطبيق العقوبات على إيران وأكدت الخارجية في بيان صحفي أن واشنطن ستواصل مناقشة سياساتها تجاه إيران مع شركائها في العالم مشيرة تاني لأن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بتطبيق جميع العقوبات كما شددت على التزامها ممارسة أقصى ضغطا ضد النظام الإيراني في خفض تجارة النفط وزير النفط الجديد ثامر الغطبان وفي أول تصريح له بعد تسلمه المنصب الوزاري أكد أن المصلحة الوطنية للعراق هي أولوية تصريح الغطبان هذا جاء ردا على سؤال بشأن العقوبات على إيران مضيحا أن وزارته ستنظر في موضوع تصدير النفط الخام إلى طهران الحفاظ على مصالحنا الوطنية ونأخذ بنظر الاعتبار كل الآثار موضوع هذا العقد الصغير سوف نراجعه وننظر به لأنه لا يمثل شيئا كبير حقيقة حسب ما طلعت عليه أنه شيئا صغيرة ومتقطعة وليس هناك أنبوب وغير ذلك يهمنا مصلحة الوطنية بالدرجة الأولى ولمتابعة هذا الملاف ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد حسين علاوي كاتب ومحلل ونسياسي أهلا بك سيد حسين إذن على الرغم من محاولة السيد عدل عبد المهدي في مناسبات عديدة أن يؤكد على التزام العراق بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران هل تعتقد أن العراق حاليا بإمكانه أن يلتزم بهذه العقوبات يعني أكيد العراق سيلتزم بهذه العقوبات بما يتلائم مع المصالح الوطنية العراقية أولا وكذلك يتلائم كذلك مع المبادئ الإنسانية التي يلتزم العراق بالتعامل بها بالعلاقات الخارجية وبالتالي سيكون للجانب الإنساني حيز وكذلك ستكون للتجارة المحلية حيز آخر لكن بالمقابل نحن ليس مستوردين من إيران وبالتالي لن نتضرر بهذه العقوبات أولا وبالتالي نحن ملتزمون بأن مع جهود المجتمع الدولي في أن تصل هذه الضغوطات على إيران إلى نقطة التواصل وحل إلى هذه الأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا بالتالي ما يتطلع له الحكومة العراقية خلال المراحل المقبلة سيد حسين أثرت عدة نقاط في أجوبتك قلت أن العراق لا يستورد من إيران على الرغم من أن الاقتصاد العراقي والاقتصاد الإيراني هناك تداخل كبير بينهما كيف يمكن للعراق أن يلتزم بكل المعايير التي قلتها وأن لا يؤثر ذلك على واقعه الاقتصادي يعني أكيد أنا أتحدث عن العقوبات التي ستفرض العقوبات في الحزمة الثانية يوم 4 إلى 5 تشرين الثاني سوف تكون على قضايا النفط ونحن هنا نستورد النفط من إيران كأننا دولة نفطية مصدرة ومنافسة إلى إيران سواء في الأوبك وفي السوق النفطية الدولية وكذلك بالمقابل قضية الدولار ونحن ملتزمون بهذا الموضوع منذ عام 2012 ولغاية الآن وكذلك بالمقابل قضايا التجارة في القضايا الاستراتيجية والموارد الاستراتيجية كالمعادن الثقيلة نحن لا نقوم باستيراد هذه المعادن لكن قد هناك تجارة محلية بيننا وبين إيران تصل إلى 7 مليار دولار وهي خاصة بالمواد الغذائية وكذلك الكهرباء التي هي 400 ميجا واط والتي قد يعني أنه يتنازل عنها العراق أو يجد العراق لها تصريف من خلال الحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة كوننا نستخدمها في قضية تثبيت الفولتية وتثبيت الهرتزية الخاصة بالكهرباء لمحافظة البصرة وبعض المحافظات الأخرى في جنوب العراق ووسط سيد حسين قلت أن العراق سيلتزم وفقاً لمبادئه الإنسانية أسأل من ناحية قانونية هذه المساحة بين الالتزام بالعقوبات الأمريكية وبين رغبة العراق بما سميته الالتزام بالمبادئ الإنسانية بحكم أن الإيران دولة جارة هل هناك مساحة متاحة للمراوحة بين الأمرين برأيك يعني أكيد من الناحية العملياتية نعم هناك مساحة هناك شراكات سابقة بين وزارات عراقية ووزارات إيرانية وهناك شراكات بين تجار عراقيين وتجار إيرانيين وكذلك هناك من قوة سياسية لديها علاقات طيبة مع الجمهورية الإسلامية وبالتالي هذه العلاقات ممكن أن تكون المساحة لكن تبقى المساحة ليس خارج إرادة الدولة وسياسة الدولة العراقية وهذا ما أتوقع أن يكون واضح جداً من قبل الأستاذ عادل عبد الميدي وكذلك الوزارات التخصصية في هذا المجال ولاحظنا تصريح السيد وزير النفط في هذا الاتجاه وقد نرى هناك تصريح آخر قد يصدر من قبل وزير الكهرباء وكذلك وزير التجارة والبنك المركزي العراقي كل هذه الجهات المختصة الآن تعمل على إدارة السياسة الخارجية بما يتوافق مع النسق الدولي ويتوافق مع المصالح العليا للدولة العراقية لكن بالمقابل نحن عانينا من العقوبات الدولية سابقاً قبل سقوط النظام في 2003 وبالتالي لا نريد أن نكرر هذه المهسات على شعوب المنطقة لكن بالمقابل يبقى الجانب الإنساني والتعاون الإنساني مفتوح وبالتالي هذا هو ميدان المراوحة للسياسة الخارجية العراقية تجاه أزمة العقوبات التي ستفرض على إيران في نسختها الثانية والتي ستكون عقوبات قاسية بالفعل مثلما نشرت عن الإدارة الأمريكية من ستة نقطة أساسية تضاف إلى 12 نقطة أساسية سيد حسين نتحدث عن الواقع الاقتصادي العراقي وتأثير العقوبات الأمريكية بعيداً عن العقوبات إن أردنا أن نركز على واقع العراق الاقتصادي هناك اليوم حديث كثير عن مشروع قانون الموازنة كيف تقيم هذا المشروع وهل تعتقد أنه سيمرر من خلال مجلس البرلمان؟ يعني أكيد الموازنة الاتحادية ستمر لكن تبقى هناك نقاشات واجدالات سياسية حول أرقام الموازنة هناك حديث من قبل ممثلي المناطق المحررة أنه لا بد أن تكون هناك وضوح وتزداد أحجام الأموال المخصصة لعمليات الإعمار سواء في موازنة تنمية الأقالب والمحافظات وموازنة الطوارئ أو كذلك البتر الدولار وكذلك الموازنة الاستثمارية بالإضافة إلى مطالب الأخوة الكرد التي سوف تكون مثلما عهدنا في السنوات السابقة هي رواتب البشمرقية وكذلك تضمين حصة الـ 17% أو أقل من ذلك تبقى طاولة المفاوضات مفتوحة سواء بين القوة السياسية نفسها أو بين قادة الكتل السياسية والقادة الوطنيين على صعيد البلاد وبالتالي هنا سيبرز دور الأستاذ عادل عبد الميدي رئيس مجلس الوزراء في حواراته مع قادة الكتل السياسية ومع القادة المحليين سواء في أقليم كردستان أو في المناطق المحررة وكذلك في الجنوب والوسط وحتى محافظة البصرة التي سوف تطالب كذلك في تخصيصات مالية وهذا هو جدل طبيعي لكن بالمقابل ما سوف تكون عليه الموازنة هي موازنة تدفق لاتجاهات نحو بناء الخدمات والتلمية وكذلك سداد الديون المحلية وكذلك بالمقابل الديون السيادية وكذلك بالمقابل نتوقع أن هناك وفرة مالية جيدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وهناك تخطيط جيد لأسعار التخمين للبرميل المنتج وهذا بالتالي الفائض سوف يكون باتجاهات متعددة منها للتلمية منها للأعمار ومنها إلى تطوير صندوق الأجيال وكذلك تعزيز دور شركة النفط الوطنية العراقية خلال المرحلة المكملة نعم سيد حسين علاوي كاتب ومحلل سياسي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد شكرا جزيلا لك من هنا البداية ناقشت قناة الفلوجة خلال تغطية خاصة قضية تأمين الحدود العراقية السورية بعد تزايد خطر انتشار عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي هناك وأكد خبراء أمنيون أن القوات الأمنية اتخذت التدابير اللازمة في صحراء غربي الأنبار ومناطق التماسي الحدودية وذلك لصد وإجهاض أي هجوم ينفذه إرهابي التنظيم إذا ما أهملت هذه الثغرة التي يعتقد أنها ثغرة لا الخطر داهم والخطر قام لكن هذه الاستعدادات اليوم التنظيم من حسن حظنا دعني أقول لك أن التنظيم أخذت أخبار تصل اتباعا أثناء عامية الهجوم لذلك هذا ولت حالة من الحيطة والحذر وحالة من الفطنة وحالة من الانتباه لدى القطاعات العراقية وقات عاملات المشتركة ما عزز وجودها وجودها بالانذار وجودها بالحيطة وجودها بالحذر وجودها بإعادة توزيع القطاعات رص الصفوف دعم السواتر الترابية تسيير طائرات المراقبة على مدار اليوم الساعة تفعيل الكاميرات الحرارية المؤقتة رفع أبراج مراقبة سريعة وعاجلة قوات بورتابل متنقلة يعني أهالي الأنبار أهالي مناطق قويسة مناطق طريبيل مناطق الرطبة البعيسة هؤلاء يكاد يكون قد تناخوا بصورة عاجلة لأنهم قد ذاقوا مرارة وويلات وثبور التنظيم خلال الفترة من قضية أهمية هذا الموضوع أنه أيقظ أصحاب القرار العراقي في أهمية مسك الحدود واليوم أزيدت الكثير من الدعم اللوجستي وإضافة قوات وأيضا في هذه الحدود أعطيت أهمية وأيضا جرس إنذار إنها مثل هكذا مناطق ينبغي أن لا تهمن وهذا شيء جيد أعلن الحجد الشعبي مقتلى عناصر من داعش بينهم قياديون بقصف مدفعي استهدف مواقعهم قرب الحدود العراقية سورية وقال موقع الحجد نقلا عن معاون قائد عمليات محور غربي الأنبار أحمد نصر الله قال إن مدفعية الحجد قصفت ثلاثة تجمعات لداعش بمحيط منطقة الباغوز السورية قرب الحدود ونتج عنها مقتل قائدين في التنظيم الإرهابي هذا واتهم الحجد الشعبي القوات الأمريكية بتجاهل المعلومات المرسلة إليه من جانب القوات العراقية مؤكدا أن الفرقة الثامنة في الجيش العراقي أوصلت معلومات وإحداثيات بوجود تجمعات داعش لكن الأمريكان تغاضوا عن ضرب تلك التجمعات هذا ووصلت قوات عراقية إضافية إلى مناطق غربي محافظة الأنبار قرب الحدود العراقية السورية لتأمينها ومنع أي محاولة تسلل لداعش الإرهابي نحو الأراضي العراقية قالت مصادر عسكرية إن لواءين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من فرقة المشات السابعة بالجيش وصل إلى مدينة القائم وبيّنت أن التعزيزات العسكرية الجديدة تم نشرها على مقربة من الحدود السورية تحسبا لأي طارئ ولصد أي محاولة لعناصر داعش بشن هجوم يستهدف الحدود العراقية مشيرة إلى أن ثلاثة ألوية من الحج الشعبي وصلت هي الأخرى إلى المنطقة يأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة من سيطرة مسلحي التنظيم على مواقع جديدة بمحافظة ديرزور السورية بالقرب من الحدود مع العراق بعد أسابيع على إعلان إطلاق المرحلة الأخيرة من حملة للتحالف الدولي لتطهير مناطق ريف ديرزور الشرقي استعاد داعش الإرهابي السيطرة على جميع المناطق التي كان قد خسرها قبلا وأوقع خسائر فادحة في صحوف القوات المقاتلة على الأرض داعش استغل العواصف الرملية التي شهدتها المنطقة لشن هجوم متزامن على عدة محاور عودة التنظيم الإرهابي إلى النشاط غيرت المشهد في وادي الفرات مع السنفار القوات الأمنية العراقية لتخطية المنطقة الحدودية شمال مدينة القائم لا توجد أي خطأ بالعكس هناك قيادة قوات الحدود المدعومة من قبل قيادة العمالات المشتركة ومع الحجد الشعبي العراقي قد سدوا الثغرات مسافة أكثر من 605 كيلومتر قد تم إحكامها بمزيد من السدود الترابية والكاميرات الحرارية والكاميرات الليزرية وفضلا عن ذلك مراقبتها بطائرات دراونز إيرغرافت والطائرات الهليكوبتر ولا أعتقد أن هناك مخاطر تحوم بالإفق باتجاه الحدود لكن الحيطة والحذر واجبة بهذا الاتجاه السيما مع هجوم داعش طائرات التحالف عاودت استهداف البلدات على الضفة الشمالية للفرات في حين أرسلت تعزيزات مدرعة إلى حقلي التنك والعمر ومع عودة سلاح الجو إلى المعادلة العسكرية من المنتظر أن يعود داعش إلى وضعية الدفاع بعيدا عن شن هجمات أوسعة نحو مناطق الحقول النفطية أو صوب الأراضي العراقية بما يجنبه وقوع خسائر فادحة في صفوفه وما تبقى من فلوله الإرخابية لي يمنع من تكثيف الجهود العسكرية في تلك المناطق لدرء أي محاولة لعبور الفرات وتهديد أمن البلاد عطيل الجفال قناة الفلوجة أعلنت قيادة عمليات الفرات الأوسط وقيادة عمليات الحجد الشعبي عن نجاح الخطط الأمنية لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام مؤكدة إلقاء القبض على العديد من المطلوبين بجرائم جنائية وإرهابية خلال مراسم الزيارة نجاح الخطة الأمنية الخاصة بأربعينية إمام الحسين عليه السلام لعام 1440 هجرية موافق 2018 ميلادية رغم أنه نقول في كربلال مقدسة لا زال أقعدات كبيرة من الزوار بحدود 25 ألف متطوع انتشر ليس فقط في الجانب الأمني والاستخباري في جانب التنظيم مع أخوته في الجيش والشرطة وفي جميع مفاصل المحافظات الأربع وزعت القطعات حقيقة على كل المحاور ومركز المدينة والمفارز الإختصاصية والقطعات والوحدات الضيفية التي أرفدتها وزارة الدفاع والداخلية وأبطال الحجد الشعبي لم يلقى القبض على أثنين مطلوبين وفق المادة أربع إرهاب يلقى القبض على عناصر متطرفة كانت تروج لأفكار منحرفة عدد ستة وحالة إلى القضاء أيضا يلقى القبض على متهمين بقضايا تزوير عدد أثنين يلقى القبض على مطلوبين وفق المادة أربعة وخمسة أربعة أثارت مسودات موازنة البلاد لعام 2019 حفيظة نواب المدن المحررة من تنظيم داعش إذ رفض نواب محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين الحصص التي ستأخذها كل محافظة عدين إياها بالقليلة جدا والتي لا تكفي لإعمار ما دمرته العمليات العسكرية هذا وتعاني المناطق المحررة من دمار هائل في البنى التحتية من جسور ومستشفيات ومدارس ودوائر حكومية فضلا عن البيوت والمحل التجارية التي يحتاج أصحابها إلى تعوضات من الحكومة المركزية كما أن ضحايا الإرهاب ينتظرون أيضا مبالغ تعوضية من الموازنة الجديدة إلى أنهم صدموا بما خصص لمحافظاتهم ويرى نواب المدن المحررة أن المحافظات بحاجة ماسة إلى مشاريع استراتيجية وهو ما يستلزم زيادة التخصصات المالية لتنفيذها إلى ذلك أكدت عضو مجلس الأنبار سلمى أحمد أن موازنة المحافظة للعام المقبل لا تكفي لإعمار المناطق المدمرة مضيحة في تصريح للفلوجة أن عدم انتقال صلاحيات الوزارات للمحافظة جعل موازنتها أقل من المحافظات الأخرى محافظة الأنبار لعام 2019 تبلغ 137 مليار دينار وهي قليلة وغير كافية مع حجم الخراب والدمار في محافظة تم الاعتراف بها من قبل البرلمان السابق والحكومة إنها محافظة منكوبة الأنبار من المحافظات التي موازنتها أقل من المحافظات الأخرى والسبب يعود إلى عدم انتقال صلاحيات الوزارات الثمانية إليها لأنها كانت مشغولة بقتال تنظيم داعش دعوة للحكومة الجديدة بنقل صلاحيات الوزارات للأنبار من أجل النهوض بواقع المحافظة وأهلها المتضرر ستة أيام متبقية أمام رئيس الوزراء عدل عبد المهدي لإكمال كبينته وتصويت على مرشح الوزارات الشاغرة خلال جلسة البرلمان المقرر عقدها في السادس من تشرين الثاني المقبل وفيما تستمر الخلافات على مرشح الوزارات ورسية مداخلية تتهم جهات برلمانية تحالف سائرون بمحاولة التحكم برئيس الوزراء وأكد النائب عن تحالف البناء منصور المرعيد تمسك تحالفه بإسناد حقيبة داخلية لمرشحه فالح الفياض فيما أحذر من أن يؤدي تحكم كتلة سائرون برئيس الوزراء الجديد عدل عبد المهدي إلى تعطيل إكمال تشكيلة الحكومية من جهته عبر النائب عن تحالف الفتح عدنان الأسد عن تشاؤمه بسبب ما أسماه خضوع عبد المهدي لكتلة سائرون وأوضح أن سائرون تحكمت بعبد المهدي خلال جلسة منح الثقة أكد عضو مجلس النواب عن الحزم الديمقراطي الكردستاني محمد شاكر أن جلسة البرلمان المقبلة ستشهد تصويته على مرشح الحزب لوزارة الهجرة والمهجرين نوزاد هادي مضيفا أن حصة الحزب في الحكومة تصل إلى ثلاثة وزارات طبعا بخصوص وزارة الهجرة والمهجرين كان من المفترض في 25 عشرة يصوت على مرشحنا الأستاذ نوزاد هادي وزيرا للهجرة والمهجرين ولكن بسبب كسر النصاب لم يحسم هذا الأمر أجل إلى ستة داعش نحن أتصور في ستة داعش سنصوت وسيكون هو المرشح لتولي هذه الحقيبة الوزارية هناك بعض الإشكاليات حول الوزارات المتبقية الأخوة في الاتحاد الوطني أيضا يطالبون بوزارة في حكومة عادل عبد المهدي ولكن نحن في حزب الديمقراطي الكردستاني من حصتنا ثلاث وزارات والمفاوضات الجارية لكن إلى الآن هذه الوزارة من حصة الديمقراطي الكردستاني أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد جدية الكرد في تطبيع العلاقات مع بغداد وإرجاعها إلى ما قبل أحداث سادسة عشر من تشرين الأول من العام الماضي فيما قال حداد في مؤتمر صحفي من أربيل ردا على سؤال للفلوجة إن قضية كاركوك خط أحمر قضية كاركوك بالنسبة لنا المكون الكردي قضية أساسية ورئيسية وخط أحمر لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال لو كنا نتجاوز مثل كاركوك لا تجاوزناها منذ السبعينات وقبل السبعينات ولهذا بالنسبة للأطراف الكردية عندما تفاوض الأطراف العراقية تكون المسألة الكردية من أولويات هذه المسائل وفي المفاوضات الأخيرة أيضا تم ترح هذا الموضوع وتم تصديق هذا الموضوع أيضا جرى تضمين هذا الموضوع في المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة لهذا نرى ورأينا كيف أن الحكومة الجديدة قامت أيضا بالبدأ بتطبيع الوضع في منطقة سنجال وستبدأ بتطبيعها في منطقة الكاركوك نعم هناك نية وجدية ولكن علينا المتابعة والتدقيق يتواصلوا العمل ليل نهار لاستكمال مطار كاركوك المدني بعد حصول الموافقات من الحكومة المركزية بشأنه وتقوم شركة المنفذة بالتنسيق مع الحكومة المحلية بتأهيئة القاعدة الرئيسية المخصصة لاستقبال المسافرين مدير مطار كاركوك المدني زياد حسين وخلال جولة قام بها مع المحافظ ركان لجبوري في المطار قال إن شهرين المقبلين سيشهدان انتهاء العمل من المحور الأول مضحا لقناة الفلوجة أن العمل يجري بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العمل جاري بمختلف مراحل المطار وطبعا كان هو بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني ووزارة النقل ووزارة الدفاع متمثلة بقيادة طيران الجيش العمل من المخطط له إن شاء الله ينفذ أو يكمل بفترة قصيرة إن شاء الله إذا الأمور ماشية على ما يرام فهي خلال شهرين نكون نكمل الجزء الأول أو المحور الأول من مطار كاركوك المدني من جانبه أوضح محافظ كاركوك ركان لجبوري أن العمل في مطار كاركوك يمر بمرحلتين الأولى تهيئة القاعة الرئيسية لاستقبال المسافرين والثانية رفع الأنقاض لتسهيل عمل الجهة المنفذة لمشروع المطار وهي شركة قمم أزمر مزدوج بين المحافظة وبين الشركة المنفذة فالمحافظة تعهدت بقيام سياجة الأمن لتحديد الأرض وعجلها عن المطار العسكري وأيضا رفع الأنقاض والسواتر لكي تكون أرض مهيئة لعمل الشركة هذه الإسراع في إنجاز العمل اليوم الشركة المنفذة تعمل في هذا التيرمينال والعمل مستمر بشكل سريع نتوقع أنه في فترة ليست طويلة سيكون جاهز يكون هناك عمل آخر في المدرج والعمل من عدة أبعاد أولا تهيئة التيرمينال في تصليح المدرج في قضايا الصيانة والإضاءة وكذلك رفع الأنقاض وتهيئة القاعات الأخرى حذر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة من استمرار تسجيل حالات تسمم جراء التلوث فيما قالت إن عدد الإصابات حتى الآن وصل إلى 118 ألف حالة دعا مكتب المفوضية مجلس المحافظة إلى عقد جلسة طارئة لإعلام مواطنين محافظة بمدى استجابة الحكومة المركزية ومشاريع الحكومة المحلية وأشار المكتب إلى ضرورة مناقشة موضوع الماء الذي لم يطرأ عليه تغيير كبير لا سيما مع استمرار التلوث في كثير من الأقضية وبالخصوص قضاء شط العرب وأجزاء كبيرة من المركز مشاهدين النشرة مستمرة ونتابع فيها أيضاً في بابل نفوق لألاف الأسماك وخسائر مادية وتلوث للمياه والحكومة تجهل الأسباب أعلنت لجنة انتشال الجثث في الموصل انتشال 53 جثة من تحت أنقاض المدينة القديمة خلال أسبوع وأكد رئيس اللجنة المهندس دريد حازم أكد استمرار أعمال انتشال الجثث في المنطقة القديمة الممتدة بين الجسرين الخامس والحديدي العتيق مبيناً أنه لا يمكن الإعلان عن انتهاء أعمال البحث عن الجثث ما لم يتم رفع كافة الأنقاض من المنطقة اليوم الحادي والثلاثين من الشهر العاشر لعام 2018 طبعاً لجنة انتشال الجثث مستمرة بعملها لغاية يومنا هذا مثل ما تتلاحظون الجثث موجودة في الموقع تم انتشال ما يقارب 53 جثث خلال هذا الأسبوع طبعاً كما ذكرت سابقاً أن الجثث لا يمكن أن نقول أن الجثث انتهت ما لم ترفع هذه الأنقاض التي موجودة الآن حولنا هذه أنقاض بكميات كبيرة وهذه المنطقة مدمرة بالكامل المنطقة المحصورة بين الجسر القديم والجسر الخامس متى ما يتم رفع هذه الأنقاض بصورة كاملة نستطيع أن نقول أن الجثث انتهى وأن اللجنة أتمت عملها بكل جوانبهم أكثر من 120 عائلة تعيش أوضاعاً كارثية في مخيم سعد بمحافظة ديالة المخيم صار موبوءاً بالأمراض الجلدية نتيجة المياه الآسنة والنفايات التي تملأ المكان هنا منذ أربع سنوات يمارسون النزوحة والفقرة والمرضة والبيوت التي يحلمون بالعودة إليها ما تزال مدمرة فلا شيء غير الانتظار يستطيعه الناس هنا في هذا المخيم الرديئة الإهمال يوغل مخيم سعد للنازحين فلا خدمات هنا ولا رعاية صحية أو اجتماعية والمرض يفترس الأطفال والنساء والرجال على حد سواء بيوتنا فلشة وما عندنا الباجات مالاتنا عندنا بس ما نقدر نرجع وين نقعد ما عندنا مقان نقعد بي ما عندنا مقانية نبني محمد واحد من ضحايا الإهمال افترسه المرض وشوه جلده فهو مثل غيره من المخيم يتعرض يوميا للأجواء الملوثة والمياه الآسنة كنا ساكنين بجلولا وبالتجنيد وفلشوا بيوتنا ويعني لما نجينا هنا صار بيجراثيم ووصخ وماحد ما يقول لنا أنت وين وانت وين هذا يعني ماحد كل شيء ما سوانا كل شيء ما سوانا يسكن في مخيم سعد ما يقارب 120 عائلة نزحت من مدينتي جلولا والسعدية التي تمت استعادتهما من تنظيم داعش منذ أربع سنوات خلال الانتخابات وقبلها كانت وفود المرشحين تتقاطروا على هذا المخيم تستجدي أصوات ساكنيه وكانت هذه العوائل تتلقى الوعودة والوعود بانتشالهم من النزوح والمرض وإعادتهم إلى مدنهم غير أن هذا لم يحدث وما حدث فعلا هو أن المرشحين الذين فازوا لم يعودوا مرة أخرى نصير كل ولاية من هذه يجونهم يسألون يا تعالوا نتخبوني ما سواء نسوي شيء بس كل تغيير ماكو زيان المجار المي ماكو يعني وضعي حل تعمال أيام الانتخابات وقبلها كان هذا المخيم يعج بالمرشحين ويمتلئوا بوعودهم وما أن انتهت حتى تبخرت تلك الوعود وغاب المرشحون وترك النازحون هنا يواجهون الحياة بكل بشاعتها من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة رجحت وزارة الزراع أن يكون سبب وراء نفوق ألاف الأسماك في أحواض محافظة بابل هو صراع بين المربيين والمستوردين لسيطرة على سوق الأسماك وذكر بيان للوزارة أن تحقيقاتها جارية من قبل الفرق المتخصصة للكشف عن السبب الحقيقي وراء نفوق هذا العدد من الأسماك مضحا أن زراعة استدعت خبيرا دوليا في إدارة الكوارث والأزمات وعدت خرائط تفصيلية للحد من نفوق الأسماك يشتاح مرض يعرف بتعفن الغلاصم الأسماك في محافظة بابل وتسبب بنفوق الآلاف منها هذه الكارثة بحسب ما صنفتها الحكومة المحلية أدت إلى خسائر مادية هائلة فضلا عن تلوث النهر ومسبباته ما تزال مجهولة إلى التفاصيل لم يكن يتوقع المستثمرون عندما وضعوا آلاف الأصبعيات من الأسماك في شط الفرات إن كارثة بيئية قد تصيب أسماكهم في يوم من الأيام لكن الكارثة وقعت وآلاف الأسماك نفقت وملايين الدنانير قد ذهبت وهذا كل ما تبقى من أسماكهم نفوق نسبة كبيرة من الثروة السمكية في محافظة بابل استدعى وقفة للحكومة المحلية على ما تمر به المحافظة لحد هذه اللحظة حقيقة لم نتوصل من خلال الفحوصات المختبرية إلى الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة الفحوصات المختبرية التي أخذتها دائرة البيئة ودائرة البيطرة العامة نتوقع أن تكون نتائجها يوم وغد ستحدد لنا أسباب هذه الكارثة حقيقة كارثة كبيرة سببت أضرار كبيرة أضرار معدية كبيرة وممكن أن السبب تلوث إلى النهر مدير المستشفى البيطري الذي حذر من انتشار هذه الكارثة عبر المياه على اعتبارها ناقلة للمرض قال إن اسم هذا المرض هو تعفن الغلاصم وإنه قد انتقل من بغداد باتجاه بابل عن طريق المياه هذا المرض هو مرض يسمى تعفن الغلاصم الحالة الأولى التي كانت أصيبة بها هي منطقة الطارمية في بغداد وانتقل المرض إلى هنا خطورة هذا المرض تكمن في عدم ظهور أعراضه على الأسماك ولا يلاحظ أي تغير في سلوكها وإنما تموت فجأة مسببة خسائر كبيرة لمربي الأسماك وهذا ما حدث في بابل الكلمات لا تصف حجم الكارثة كونها كارثة بيئية زراعية اقتصادية ألمت بالعشرات من مربي الأسماك من محافظة بابل عيسى العطواني قناة الفلوجة أقامت جامعة الأنبار مؤتمرها الدولي تحت شعار الاعتدال في الخطاب طريقنا إلى السلام وذلك بمشاركة 15 دولة وبواقع مئة بحث علمي متخصص قال رئيس الجامعة في افتتاح المؤتمر إن الهدف يتجلى بالدعوة إلى الوسطية والاعتدال ونبدل الأفكار المتطرفة مشيدا بروح التحدي لأهل المحافظة بأكاديميها وطلبتها وأهلها وإعادة الحياة إلى جامعة الأنبار التي طالها دمار الحرب بعد سيطرة إرهابي داعش عليها بمعيتكم ومن خلالكم رسالة واضحة جلية مفادها أن الأنبار وأهلها ليسوا متطرفين ولا إرهابيين بل إنهم حاربوا التطرف بأشكاله المختلفة بوسائل شتى وقدموا من التضحيات الكبيرة البشرية منها والمادية ما لم تقدمه أي مدينة أخرى في أرجاء هذه المعمورة ومن هذا المنبر ندعو دعوة صادقة إلى الوسطية والاعتدال في حياتنا وتصرفاتنا وخطابنا وإلى نبذ التطرف بكل أشكاله ومسمياته ليعم السلام وتسود الطمأنينة ويفوز مجتمعنا الكريم بالوصف الذي أطلقه فينا رب العزة تبارك وتعالى بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس خدمات نفسية اجتماعية وبهذا الصدد نقول الدولة عليها أن تبني هذه الخدمات نحن كمنظمات عملنا من أجل يعني محاولة معالجة الصدمات محاولة أيضا حماية الضحايا بشكل من الأشكال لكننا بأمس الحاجة إلى التعاون مع كل مؤسسات الدولة في حماية الضحايا إلى الشأن الإقليمي حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استكمال الخطط العسكرية والاستعدادات لتدمير الإرهابيين شرق النهر الفرات في سوريا ملمحا خلال كلمته أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى قرب إطلاق عمليات أوسع نطاقا وأكثر فاعلية في تلك المنطقة القوات التركية نفذت قبل عدة أيام ضربات ضد الإرهابيين شرقي الفرات وتستعد حاليا لإطلاق عمليات أوسع في وقت قريب لن نسمح لراغبين بإغراق سوريا في الدم والنار مجددا بتنفيذ مخططاتهم عبر تحريض نظام الأسد من جهة وإطلاق يد تنظيم داعش من جهة أخرى نعلم بوجود مساعد لإطلاق يد داعش مجددا عبر عناصرها الذين تلقوا التدريب من قبل أوساط معروفة وانتشروا في المنطقة من جهة أخرى قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إن أي انتخابات قد تجري تحت حماية النظام السوري الحالي لن تكون لها مصداقية لدى الشعب السوري ولا لدى المجتمع الدولي شاهدت عداد كبير من اللاجئين في بلدان عدة إلا أنني لم أصدم كما صدمت لما رأيت اللاجئين السوريين لو لا اعتراضات روسيا في مجلس الأمن على القرارات التي تستهدف النظام السوري ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن لو لا الدعم الروسي والإيراني لنظام الأسد لسقط الأخير منذ مدة ولدي ثقة بأن ذلك النظام سيسقط عاجلا أم آجلا إن أي انتخابات قد تجري تحت حماية النظام السوري الحالي لن تكون لها مصداقية هاليد الشعب السوري والمجتمع الدولي قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار وقع قرب مكتب لجهاز الأمن الاتحادي الروسي في مدينة أرخانيغليسك غربي سوريا روسيا عفوا وأفاد بيان للجنة مكافحة الإرهاب في روسيا بأن القتيل كان يحمل عموة ناسفة وانفجرت في داديه كما أعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح قضية إرهاب في الحادثة قضت المحكمة العليا الباكستانية بإلغاء إدانة مسيحية حكم عليها بالإعدام شنقا في قضية ازدراء للأديان وكان حكم الإعدام قد صدر ضد آسيا بيبي عام 2010 إثر إدانتها بسبب تعليقات تزدر الإسلام بعد أن اعترض جيرانها على شربها الماء في أكوابهم لأنها ليست مسلمة قتل أفراد طاقم طائرة هيلوكوبتر تابعة للجيش الأفغاني سقطت جنوبي البلاد بعد خروجها عن السيطرة بسبب الظروف الجوية السيئة وفي العاصمة كابل فجر انتحاري نفسه قرب بوابة أكبر سجن في أفغانستان ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش إن المهاجم فجر عبوته الناسفة قرب مركبة تحمل موظفين بسجن بولي شارخي أعلن جنرال أمريكي رفيع المستوى أن البنتاجون سوف ينشر خمسة ألاف جندي على الحدود مع المكسيك لتعزيز الأمن يأتي ذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن ألاف المهاجرين من دولة هندوراس دخلوا مؤخراً الأراضي المكسيكية في طريقهم إلى حدود الولايات المتحدة وكان الرئيس الأمريكي قد ترجى قافلة المهاجرين أن تعود إلى البلاد التي جاءت منها مشدداً على منع دخولهم إلا من خلال الطرق القانونية كما وصف الأمر بغزو الولايات المتحدة أظهرت نتائج أعمال فيسبوك أرباحاً تفوق التوقعات في الربع الثالث من العام لكن نتائجها جاءت دون التقديرات فيما يتعلق بعدد المستخدمين النشطين شهرياً وسجلت الإرادات أبطأ وطيرة نمو في نحو ست سنوات في الوقت الذي تحاول فيه شبكة التواصل الاجتماعي التعافي من فضائح تتعلق بالخصوصية والمحتوى وبلغت الأرباح الفصلية للشركة خمسة مليارات دولار تقريباً بزيادة تسعة بالمئة على أساس سنوي وبما يفوق متوسط التوقعات البالغ دولاراً ونصفاً للسهم ومع أرباح فيسبوك تنتهي هذه النشرة وتذكير بالعنوي واشنطن تحذر طهران من انتهاك سيادة العراق وتدعو لحصر السلاح بيد الدولة مدن محررة محبطة من موازناتها رفض واسع في الأنبار ونينوى وصلاح الدين قضية كاركوك بالنسبة لنا المكون الكردي قضية أساسية ورئيسية وخط أحمر لا يمكن تجاوزها لأي شيء من الأشكال الكرد نحو تطبيع الأوضاع في كاركوك وبشير الحداد يتحدث عن خط أحمر أرقام صادمة لحالات التسمم في البصرة وحقوق الإنسان تحذر من تفاقم الكارثة ختام النشر مشاهدين ودائما كالعادة للمزيد زر الفلوجة.توتيفي وأيضا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في أمان الله اشتركوا في القناة